فيه هم سؤال يقول لك معروف اللي شنو ليش ودك تصير دكتور ايوه شنو الموضوع على سؤال هذا يفرق بين طالب وطالب تقول الصج عاد مرات هي تزيد بارات تزيد عادي شون زيد بارات لاحظة قل لنا السلام عليكم السلام ياك الله أخوي شونك الله يحييك اليوم حلقتنا عن دراسة في مالطة وتحديدا دراسة في كلية الطب في مالطة عرفنا عن نفسك معكم عمد لهاشمي طالب سنة خامسة جامعة مالطة يلا نبلش طبعا حق خطة البعثات من دولة الكويت لازم تيب نسبة معينة شنو هي حق مالطة نسبة القبول طبعا تقريبا صار لها فترة خمسة وتسعين بالمئة عشان تقدر بس تقدم على الخطة عرفت أقل طالب من قبل عندنا هالسنة كان ثمانة تسعين فاصلة ثنين أو ثمانة تسعين فاصلة ثلاثة والمقاعد مهدودة لتنين وعشرين تقريبا اثنين وعشرين طالبين قبل كل سنة وغير الاثنين وعشرين هم فيه أيون من طريق الإفادة الطبي شنو هو إفادة الطبي وشنو كامل العدد حلو عندك الحين الطالبة عندك من خطة البعثات الحكومة من زين وعندك الطالبة اليون مشنو تقديم شخصي اللي هو شنو يكلم الأدفايزر اللي هناك أو يكلمنا أول شيء بعدين احنا نعطي الإيميل يكلمها راح تدزل مثل موقع الجامعة يديش بس سوي الابليكيشن والجامعة حلو تقديم شخصي بس يقدم على الجامعة الجامعة تكلمة تعطيه مقابلة عشان يقابلونها حلو طبعا عندنا ما يعطون ولا يعني ما يعطونهم القبول إلا بعد المقابلة فكلهم حالهم هالبعض عرفت حسب الجامعة كم كل سنة تابعي يعني إذا يبون 22 23 24 مثلا بالبعثات حطين 22 بس لا والله أنا بالجامعة عندي 25 مقاعد عرفت شون ففيه تشانس أن الطالب يقدر يقدم تقديم شخصي وياخذ القبول غير يعني أسهل من البريطانيا أسهل من الدول اللي الكوي تشاري فيها مقاعد عرفت شون وهل اللي يدخل في التنافس إذا ياب قبول الخاص يكون أصعب عليه من القبول العادي من البعثات لا بالعكس حالة حال اللي ياي على البعثات الحكومية حلو جمي نفس الشي ممتاز الحين خلنا نتكلم عن الائلت حلو شنو نظام الائلت اللي يابون عندك الحين أنت السنتين اللي هما فونديشن و بري فونديشن حلو يعني يعدش أنت 6 سنين طب أو 7 سنين عشان أنت تنقبل طبعا حسب المقابلة يسمو إياك مقابلة ويختاروا اللي كذا أنت بري فونديشن أو فونديشن حلو تحتاج بالائلت خمسة ونص وابوف فايف بالريدن و بال رايتن مو فوق يعني خمسة أو فوق عرفت شون حق البري فونديشن لا أنت تحتاج بس أربعة ونص توتل أفارول أربعة ونص وبس بعدين أنت يدخلونك بري فونديشن اللي هي من فلسانة اللغة اللي هي يدرسونك فيها انجلش رايتن لسنين رايتن يعطونك مواد يعني مثلا يعطونك كيمستري بايولجي و يعني اشياء بسيطة سمبل لأنك برنامج السبع سنين اللي هو فيه بري فونديشن لشأنك ما أخذ لغة بس شوي أكثر من لغة يجهزونك حق سنة الفونديشن عندك أنت بعدين سنة الفونديشن اللي هي تكون هي تكون يعني شوي أكثر من بري فونديشن مور أدفانسد عشان يجهزونك حق سنوات الطب الخمسة الباقية حلو المواد اللي فيها بايولجي باي كيمستري أناتمي والإنجليشز الثلاثة اللي هو ريد لسنين رايتن حلو اللي اللي هو مدك التنوينولوجي تحتاجها حق بعدين يعني فهم يجهزونك من البري فونديشن والفونديشن بعدين أنت تقريباً رح يعطونك مثل بوش عرفت ممتاز هيئونك حق هيئونك حق الشسمة شي جميل نزين الآن في أكثر من فونديشن البري والفونديشن الأقوى منه شلون يتم تحديد الطالب وين يدخل حسب المقابلة طبعاً أنت بالمقابلة رح تدش المقابلة تكونوا أونلاين للعادة لأنه طالب ما يبدأ يروح منك فيسموا إياك مقابلة أونلاين زوم أو سكايبي يعني المقابلة بعد أول ما ينقبل في البعثات أو يبقوا بول يعني تقريباً بعدها بأسبوعين يعني على طول يسووا لك عشان إذا ما انقبلت لا سمع الله يكون عندك شانس أنك تقدر تقدم على شيء آخر بس هذه تخوف يعني مقابلة وحدة تحدد مصيرك وشي كل سنة إن شاء الله اللي هو تلقي ياه مو جاهز مو سائل داش على الله عرفت شون احنا عندنا مثل نسوي مثل طبعاً كل طالبة كاتبين فيه مثلاً شون يياهم على مدى الأسنين اللي كان فيها مقابلات كل طالب طلع من المقابلة كتب الأسئلة اللي يأت له عرفت شون شلون المشاهدين يحصلون لدرايف هذا يدي شون علي إن احنا طبعاً أول ما نقبلون نطلع رقامهم كاللجنة جون طلبة مالطة سويهم مقروب مستجدين حلو كل المستجدين موجودين فيه على طبعاً نبلش نعطيهم اللي يحتاجون يعني مثلاً درايف كل سنة مثلاً هم لو يديش فونديشن بعدين فيرستير اللي احنا نجابلينهم عرفت نعطيهم الفاست بيبرز الهذا نزين ودنا نعرف المقابلة نفسها شنو الأسئلة اللي يعطونك إياها من هنجانب شوف العادة يعني مع كل طالب يتغير عادي أن يسألونك بالكيمستري مثلاً يسألك عطني تكلم عن البوند تايبس أوف بوند بالكيمستري اللي هم مثلاً كوفيلانت بوند يعني أمور دقيقة مو يعني شلونك شنو بتسوي شي لا بالنهاية انت دارسهم يعني بالثانوية هما يدرون عندهم علم انك دارسة بالثانوية بس هم عندهم علم انه في طلبة ثانوية اللي هما الحكومة دارسينا بالعربي عرفت شون فيسألونهم يعني حاولون نيوخران لهذه السئلة ويمكن يسألونها يعني عادي وإذا ما جاوبت يعني ما رح تنطرد على طول انت ما تنطرد إلا إذا قاعد ساكت مو عارش تقول تواهكت ولا هذا عرفت يعني لازم تكون متحدث دايما تقول شي تكلم عادي أخذ وضع عادي سؤلف وياهم أخذ عطوياهم هو بس واحد ولا أكثر من واحد في المقابلة لا هما ثلاثة وواحدة تكون ما تتكلم بس تقعد طالع الثلاثة اللي هما يكونوا واحد اللي هو دكتور بايولجي أي دكتور بايولجي دكتور بايولجي دكتور بايولجي جميل يشوفك أنت يعني ياخذي يطوي إياك أما الباجي لا عملت بايولجي تسألك في هم سؤال اللي يقول لك معروف اللي شنو ليش ودك تصير دكتور أيوة شنو الموضوع على سؤال هذا يفرق بين طالب وطالب تقول الصج عاد مرة تزيد بارات تزيد عادي يعني شون زيد بارات لاحظة قل لنا أنا ودي أساعد الناس ستماع دكتور يعني عادي يعني تفلم عليهم شوي والله أنا أحب أساعد الناس من وانا صغير خوالي دكاترا أمامي دكاترا وطال شو صوارينا مكانيكي خالك عادي عرشت والله ممتاز أنا أذكر ألفت ألفت وايد مرحق مقابلتي شخصيا عادي دايما السي في تعليش والله فلت أليف تقول ممثلين مهم ممتاز زي ممتاز ودنا نعرف عن صعوبة الوضع واش كثر ينجحون يسقطون شي السهل فلانا نسمع مالطة صعبة وصعبة وصعبة هذا يقولون شو الوضع شوف أنت بالنهاية تداش كلية طب عرفت فأنت الـ expectation مالك لازم يكون عالي إنه صعب ما في شي سهل انت وتدرس وين يعني عرفت حتى لو بمصر بالقاهرة كلهم صعبين يعني ما في شي سهل صح عرفت وكلها في صعوبات وصعبت عندنا نظام بس عادي يعني ما هي جامعة عندهم شنو هذا اللي هو مثلا صح وغلط تحل واحدة غلط عادي يعني ما تعرف لا تحل مولا يعني تحل السؤال عرفت فأما يابونك هذا يعني تهيئ حقك عشان ما تشير عرفت باشرت بتمسك مريض صح عشان ما تشير عليه مسكين وياكله عرفت شون زين لا سمح الله انت ما عديت كطالب في سنة الفاونديشن او في سنوات الطبية شون يصير حلو عندك او شي بسنة الفاونديشن اذا ما عديت مادة مادة مادتين ثلاثة لو كلهم صغط فيهم عندك شهر تسعة تعيدهم كلهم حلو زين شهر تسعة تعيدهم كلهم عندك فرصة ثانية يعطونك بس تعيد السنة ما تقدر فاونديشن فري فاونديشن والفاونديشن سنوات تمهيدي ما تقدر تعيد السنة يا انك تنجح تنجح من اول مرة تنجح من الثاني مرة والنجاح الخمسين وفوق يعني نجاحنا احنا الـ وماكو جي بي اي جي بي اي يكون اخر سنة بس فيهم شي حلو اللي هي المكافأة المكافأة طبية شون هادي هادي طويل العمر مو بسنوات تمهيدي سنوات طبية اللي هما الخمسة اذا يبتل افر جمالك فوق الستين تنزلك مكافأة كل سنة على حسب انت هالسنة شايمية فوق الستين تنزلك مكافأة من الدولة خمسمية دينار جميل مهم شيء الواحد يعني يشد حيله ويحاول يحصل تحفيز تحفيز هكي الطلبة حسن شيء جميل يعني ايه انزين اهم احنا تكلمنا الطالب لازم يعرف شلون يدرس ويتأقلم مع كليات الطب من وجهة نظرك وشنو نصيحتك شنو الطالب اللي قاعد يدرس عدل قاعد يدرس بطريقة غير انا نصيحتي عكي كل طالب اي طالب يدش طب انزين دايما اسأل اللي اكبر منك بسنة سنتين دايما اسأل يا لا تستحي دايما اسأل والله عطني شون ادرس شنو ادرس اركز على شنو عرفت بالنهاية يعني مرع تخلص اذا بتقع تدرس كل شيء لازم تاخد توجيهات من اللي اكبر منك واحنا بمالطة يعني اللي اسألنا نجهزي حق الطالبة طبعا الباست بيبرز كاتبين امتحانات مثلا نطلع من امتحان نكتب الاسألة اللي ات مجهزي لهم يعيب باس بيبرز وايد وايد رح يساعدهم عرفت فهذا يعطيه وايد باي كل يطب لازم تدرس باس بيبرز صح باي كل يطب رح تتعادك وايد زي ان احنا عندنا مجهزينهم بدرايفات طالبنا ما يقبل يدي شيء سألنا ندزله ولا ندزهم بالجروب يعني كلنا على تواصل احنا شوية يعني تدري ستين طالب سمين طالب بسألك عن دفعتك اللي انت حين حاليا اي سنة سنة خامسة سنة فاضلك بعد سنتين آخر سنة آخر جميل ان شاء الله يا رب الله موفق يعني ان شاء الله زين اتشوفك لابس اللبس ويعني وراك حتى شغل ان شاء الله بسألك عن دفعتك زين من دفعتك شكثر يعني ما قدروا يعدلون شكثر وصلوا شوف انا دفعتي داشينا تغريبا ويا بعض كلنا خمستاش طالب والحمد لله من سنوات التمهيدي كلنا ويا بعض لآخر سنة ما حد فينا صغل شنو السن ليش تفعتنا شاطرة الله حسين الله أقدر أقول لك شي تفعتنا شاطرة يالله ممتاز يعني كلنا نساعد بعض كلنا نساعد بعض عندنا يعني ما حد يخشي عادة مشكلتي أول سنة أول كورس في كليلية الطب عبد الوضع تنافس كل واحد طقي ثاني أنا ببالي اوه لاجم تحدي عرف بس طلع الوضع لا أحجي كل واحد ساعة ثاني حبي والله بالعكس بالعكس والله كل ساعد بعض يعني الوضع حبي أحسن الحين نبي نوصل لكلية الطب تحديدا سنوات الكلينيكية حال بري كلينيكل من زين شنو هو وكلينيكل شنو كان الوضع شنو صار يعني حلو انت أوش يمدش الماديكل سكول انت مني صرت كاشخة الله طلت التمهيدي عرض ضمنت مكانك بالجامعة أنا طالب طب عنديك خمس سنين اللي هما سنتين بري كلينيكل فيرس و سكن ثيرد فورث ففث ثلاث سنوات كلينيكل ما عنديك ولا شيء بالجامعة دوامك كله بالمستشفى يعني ببلشوا يا كل شيء تغريبا ببلش كل شيء كلينيكل يعني دراستك كلها تتغير خاصة بثير دي رتكون في صعوبة زين لأن الطالب مو متأقل مع الوضع يكون تويدي كلينيكل فجأة مادسن بس عادي يعني كل شيء مقدور عليه لما شكثرت روح المستشفى شكثرت دوامكم بين المستشفى والجامعة حسب الروتيشن شنوه الروتيشن اللي هو لا تراشب انتو مالك مثلا انت شنو قاعد تسوي بزين قايني بيدز كارديو رسب عرفت حسب الهذا و نفس اي دوامي يعني تغريبا يكون العادة من ثيمون تبلش تخلص 12 واحدة وهم لازم ترد تدرس الكتب والنظري في البيت ولا شون شون غصدك الثيري يعني هل في امتحانات وانت تداوم في المستشفى ما فهمت عليك يعني شون غصدك يعني في سنوات الكلينيكية ايه وانت تداوم يعني مالك ايه شنو الامتحانات اللي لازم تسويها عند وفير أو في امتحانات هم لازم تعديها مثل الأوسكي مثلا ايه عندنا أوسكي الأوسكي أول أوسكي تسوي ثير دير أول شيء شنو هو الأوسكي حق اللي ما يدري وتوداش حلو اللي هو امتيحة العمالي عبارة عن تلنيكال سكيلز اللي هو تأخذ شو نقوله بالحرم أنا أقول الأوسكي عبارة عن الدكتور المتدرب اللي حين طالب يدخل على مريض ممثل غالباً يكون دكتور في الجامعة والأين كان ويمثل أنه هو مريض والدكتور يمثل أنه هو الدكتور يسئل للأسئلة والتشخيص والآخر مرات يسوي الفحص عليه على أساس أنه يعني يسوي تمثيلية بس تازم مدروسة وشدي عساس أنه يقدر يعدي فشنو الوضع على الأسكي هذا أنا أقول لك عندك أوسكي أنت ثير دير عندك أوسكي في الثير زي أوسكي ثير دير تغريباً أنت قاعد طالق قيكي مادكس والتوقع الكل يعرفها هذا أقوى موقع يساعد الطلبة في الأوسكي طالعتها فضاء تسوي نفسها ما تدريش قاعد تسوي فتسوي نفسها ثير دير تسوي نفسها فور ثير لا ما تسوي نفسها أساس أنت حرش قاعد تسوي ثير دير يابونك تمثيلية قاعد تماثل بس يسألونك أسألها مثلا تيك هاستيري اللي هو أكلم المريض أخذ منه مثلا شنو الأعراض بعدين عندك الفحص يختار لك مثلا ثير دير يقول لك أبي كارديو يساولي فحص القلب عرفت؟ تحافظ الفيديو تسوي من أول شيء ليه آخر شيء هذا ثير دير ثير دير لا العكس بغير يعني هاي هذا سنة التخرج غير أكثر يعني دقا؟ ويد أدق ويد الوضع أناسا ولا توتر قبل الواحدة ديش أسكي يعني إقزام بالعكس والله أنا أحب الأسكي يعني أحبه يعني أكثر من تهان ورقي عرفت؟ يعني حلو هو دكتور بالنهاية لأسترش قاعد تسوي عسان بتصير دكتور عرفت؟ اي زين ودنا الحين ننتقل من جهة الأكاديمية في الدراسة في مالطة إلى الحياة في مالطة والوضع بشكل عام هناك حق الطلبة شنون العيشة هناك؟ عيشة الطلبة شوف مالطة عشان أعطيك نبذة عنها أوكي هي جزيرة هلو أوروبا تقريباً يميطاليا دار جزيرة سيسلي مادري إذا تعرفوا اللي يطلعوا منها من مافيا قد فاضر لا لا مافيا شي معروف سيسلي من أرقى يعني قريباً بالعبارة تروح تقريباً كل ساعة انت واصل هناك بالعبارة طيارة بساعة انت فطريقة نقل لنا تروح على طول مالطة ولا تروح سيسلي أول؟ لا انت من الكويت قصدك لا التركية تطير طيارتك تريد 8 إلى 9 ساعات ترانزيت ساعتين تركيا تركيا داريكت لي مالطة حلو خفيف يعني يعني خفيف وايد خفيف يعني منافس عندكم اي اخوانا اربع شي ساعة انت تتعلم ايش بصير فيني انا بأسبوع الياي أسبوع الياي لانتذكرتي لستراليا وصلت روح ورد الف دينار لا روح 780 دينار فاش بسوي بتكتك عدل بروح من الكويت للسعودية من السعودية بروح مالديف ترانزيت مالديف راح اروح سنغفور من سنغفور وصل لستراليا سلطان اسألني كم سعرها كم 350 50 كم تسويا والوات سويا والله سعيد وراء تحسين وغسي زيادة حد يوفر فلوس الوفر تقولك هذا ما سوي الحين زين الردحك مالطة الحين حلو ثقافة في مالطة شنو كنا سمعت ان يسولفون نص عربي او شي جدي شوف عندنا اللغة يعني لغة الشعب المالطي الشعر يسولف مالطي بس الكل يعرف يسولف انجليزي تقريبا تفاهم ينا تفاهم سهل يعني ما في شي واذا ضاعت وياب الانجليزي يسولف فيها عربي راح يصيدك عربي صيد من اللغة ليش لان الدولة كانت محتلة من العرب في سنة من السنين يعني فترة معينة وبعدين لأتراك ففيه لغة ميكست يعني فيها إيطاليا فيها مالطي فيها قليزي شوية فيها لاتيني يعني فيها ميكست كل شي العيشة والله يعني شوف دايما يسؤلون على الأمن والأمان الأهالي دايما يسلون على السؤال أول ما يقبل ولده ولا بنته ولا هذي كيسالك والله شون الأمن شون هذا مالطة هي دولة أوروبية الأمانة يعني تقدر تقول أمية بالأمية عرفت شون نادر ما تلقى تصير مواقف نادر ما تلقى تصير سوالف ولا هذا بعهم سألتني عن الشعب شعب ما في شي شعب حبوب يعني دايما تلقى فيه الخايس فيه الزين عرفت فيه الموزين فيه الزين الموزين تلقى بكل مكان يعني بكل الدول بالكويت برا الكويت كل مكان بس الأغلب يعني فرندلي ما لهم شغل فيك ما لك شغل فيهم ما لها تحتاجكو شي موايد مع طالب الطب اللي وياك بالجامعة ووايد حبوبين ووايد فرندلي ووايد زينين يعني جميل داي بنعرف أكثر عن يعني سمعنا عن مالطة شنو جزيرة صغيرة وما فيها شي ايه كطالب في الطب يدرس في مالطة شون يقدر يسوي من ترفيه حلو شوف قلنا لك احنا جزيرة صغيرة يمي إيطاليا العبارة ساعة انتواصل إيطاليا جميل حلو هي صغيرة مملة يعني قلت لك توا بالبرايك عندنا ستاربوكس جميل من النجازات الدولة ايه يعني انت بالنهاية قاعدتها ما عندك وقت يعني ما رح كون عندك وقت عندك تطلع 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة بأي مكان هذا بس بتطلع عندك أماكن يعني في الويكديز عندك أماكن حلوة تطلع تقدر تروح تقدر تروح تغوص اذا تبي تغوص تحب تغوص عجيب ايه والله تقدر تروح هورس رايدنج يعني عندك فيه اكتيفتيز يعني ممتاز بالصيف بالصيف وايد حلوة شتوية شوي مليقة يعني بس بالصيف انت ما رح تقعد الجو شلون يعني عادي لان احنا ثلج عندنا يحوشنا اني ما لخلق حتى امشي اي لا احنا لا هوب شوي بالصيف شوي طبيعا اي اربعين شذي طق يعني اي بس تقدر على طول بحر اي بحر بحر تروح البحر تتويت هون الله اي زين حق خواتنا البنات هالامان لهم العيشة في مالطة اي احنا عندنا يعني احنا تقريبا قلت لك ستين سبين طالب نصنا بنات 50-50 يعني شباب بنات يعني بنات عمري ما شفت احد تشكة من الامن والامان يعني ما حد صارت له سالفة يعني ما سمعنا بولا سالفة صارت عرفت كلها امن وامان ما سمعنا حد صاروا عنصرين ضد ضد الاحجاب ولا هذا ما في عرفت يعني هم عندك ترى في عرب هناك عندك من الليبيين والليبيين عندك بس هذال الاغلب اشتغلت كاسي وانت كاسي فغار يعني العرب يعني مسوين يعني اصافة الاكل ما اكل في مطاعم حلال وأكل حلاشاء عندك مطاعم تركيا اهنا يم تركيا يعني قريبة على تلك عندك موجودين فعندك مطاعم تركيا عندك مطاعم اللبنانية عندك يعني هذين الأغلب تركي واللبناني نسينا موضوع وايد مهم السكن فأنا بقلت لك عنوان وانت بيك تقول لي عن السكن شنو الوضعه وشنو الواحد يدبر للموضوع هذا السكن طبعا أعطيك الأغلب من الطلبة نحن عندنا طبعا الجامعة والمستشفى بس صار يعني مني المستشفى مني الجامعة نزين فالطالب مثلا تواب التمهيدي ولا بالسنوات البريكنيك اللي بيداوم بالجامعة يسكي صاب الجامعة يقرب عندك المناطق القريبة على الجامعة طبعا كلنا ساكني تراين بعض تقريبا يعني فارق خمس دقائق بين كل واحد فينا السيارة خمس دقائق أربع دقائق كلنا ساكني حوالين مستشفى والجامعة نزين ليل مستشفى والجامعة يعني أبعد شيقة ممكن تقول سبعتاش دقيقة ماشي سبعتاش دمانتاش دقيقة ماشي ولا يعني الإعانة تكفي ولا شنو قرفة واحدة قرفتين شنو هذا في رينج أنت عندك تبلش من 800 ل 1200 باوند دينار يورو يورو صحي ايه باليورو تتعاملها إعانتك كبداية 2300 بالسنوات الكلينيكية اللي هما 345 يتصير 2900 فتكفي يعني إذا أنت توفر تطبخ ما تطبخ يعتمد عليك بالنهاية مصروفك بس رينجي الأجارات من 800 ل 1200 وترانسبورت وسيارة شنو وضع تقدرون عادي عندنا مثل ما عندنا أوبر احنا بس عندنا بولت بولت هذا الكل يستعمل اللي ما عنده سيارة يعني اللي مشهاري ولا مأجر سيارة عندنا طالب مأجري سيارة مشهاري السياير بس أغلب الطالبين يستعملون بولت وليس لأن احنا استرالي عكس فلازم أرد أتعلم شنو الوضع لازم شون تعلم شون تاخر ليسنا كان يمين عادي مخلا داعي يعني ما تحتاج الليسن طلع عادي عندنا يحطولك مثل لمة تحقي السيارة مكينة هالحجم سيارة صغيرة قوة شي ممكن تغطي فيات فيات كان يمين تحتاج الليسن الكويتي وخلاص بس لاني كنت تنعمر بوقل 21 ممتاز ممتاز وضع مواسطات هناك ولا جيدون لا حاج يعني إذا خالفك واحد تقدر تيب عمك ولا شو لا لا معافية معافية متخالف متخالف صادق صادق خلاص ما أكثر أنا مرة وقفني شرطي ما عندي سيارة قاري صادق بقاري شي دايس زيادة لا لا والله ما قلت أنا اختراعت وقفني استرالي أشقر بعيون زرك وقفني بالشرطي جي قال وقف وقف زين وقفت ولا ملابس خوذة قلنا اضطر مرة كم تألف لقدت لها أنا نيو هير صار لي سنتين أي شيء أي شيء ماشلة تكفهدني ملا تكفى قال لي ها شو بتسوي الحين قلت لها بروح الجامعة أعطيني نظرة بروح لبيت أخذ خوذة كان استانا زين زين سارعت الموضوعين صدت لهذا عسد فلينا منه زين والله شوفت كلام عن نوادي مرحولوة شنو ودك تقول حق الطالب اللي انقبل في مرطة شوف أنا وجل يعني بالنهاية أنت بأي كلية طب أي كلية بالعالم راح تواجه استرس لأنك أنت قاعد تدرس طب دايما اسأل عشان تسهل على نفسك الموضوع نسأله أكبر وأنك تسهل على نفسك تقلل السترس حاول يكون عندك دايما روتين روح نادي سأولك شنو تحب تلعب 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 تنس تحب تلعب يعني سأول روتين مالك إن شاء الله أمورك تمام يعني حاول تقلل كذا ما تقدر السترس لا تخلي شسمه لا تخاف من الوتيحانات حسنت كان ولد خالتي ولد خالتي كان يقول لي شلون تخاف من الورقة أنا خايف ميت أيام أبتحانات ورغية حين نتكلم بس كنت خايف يقول لي شلون تخاف من الورقة شلون تتكلمت عن السترس شنو من اللي تسوي يعني رياضة وشدي في أمور يعني عرضت الميندفلنس نطبق الأمور ولا شرايك فيهم ما أدري والله أنا ما عندي يوغا ما يوغا موجود موجودة روح نادي أطلع ستانس يعني لا تحكر نفسك دايما وإذا ما قوله بمالط عندك ميزة يعني أنت شنغن يعطونك إقامتك يردش فيها ربك كلها عجيب عرضت بدون تفتيش بدون شي يعني سفراتك سهلة فعندك ويكند لونغ ويكند أربعة أيام خمسة روح تقدر تروح روما تقدر تروح ميلان تقدر تروح ويدا ما كله شلون الموضوع يعني المجتمع الكويتي ما شاء الله يحب يسولف هذي مشكلة ليش جامعتنا إذا صارت سالفة مثلا واحد ما ينجح أوروبا كلها تعرف يعني أوروبا أستراليا كلها فمادري شلون الوضع شلون مجتمع الكويتي بمالطة بالعاكس والله يعني سبورتف يعني كلنا نحب بعضي يعني إحنا شوية وشدين واصل بعض هادي يعني الوضع سقط وانا مساغط وياك ونازا ونستنس بروحك أعرف تايد المادة وياك أحد فسفورتف بالوضع يعني الحبي جميل لكلنا ربع كلنا أخوان شي جميل والله شنو طموحكم شنو ويدكم تسوون كلجنة شؤون طلاب في مالطة حلو إحنا اللجنة عندنا نسوي سنويا عندنا دايما نسوي دورات نكررها حق المستجدين عندنا طلعات حلو عشان تجمعات ما تجمعات طلب يشوفهم بعض دائما أنت تدري كويتي يحب يشوف كويتي صحيح فأنا نسوي تجمعات نسوي دورات مثلا دورة الغرز الجراحية نحن نعطيها من لجنة نعطيها الطلبة ندربهم نعطيهم مشاهدات بعدين تكون بسعر رمزي أو بسعر رمزي مدعم انتحاد الطلبة جميل حلو بعدين عندك هذا وعندك الأسعافات الأولية عندك هم نفس الشي البيسيك وعندك الادفانس الادفانس والبيسيك تقدر تسوي مع الجامعة بس بعدين بس احنا نسوي باتشر بس ما نحن نسويها نيبل الراد كروس حلو نأخذ بياه مواعيد نحجز الطلبة طبعا قلت لك مدعم الاتحاد وسوي لهذا دورات ما دورات ما عندنا طلعات سوي بطولات حقي بولنج وبنات عادي بس عندنا بطولات بعدين نلعب عجيب تشدوا حيالكم الاتحاد أستراليا وينكم والله وينكم فشلتون والله استخدر المهم هيتطق على السري عشان نسيت كنت بس نسيت اي كنت بس الحقي في شي أنا ودي أعرفه الحين تخلص خمس سنوات حلو اللي ما يدري أو مو خمس سنوات تحديدا تخلص كلية الطب حلو الطبيعي أنك تروح انترنتشب حلو شنو الابشنس انترنتشب تقدر تسوي هنا ولا بره شنو أنت قصدك لما تتخرج بعدي بعد التخرج أنت تشتغل أفواي شنو يعني فونديشن يير دوكتور في مالطة سنة الامتياز لا تسويها بالكويت يرتوي بالكويت يرتوي بمالطة بس العادل يرد لكويت يعني مش معنى ليش العرف صار أن نرد لكويت بس ليش أقعد هناك عرض صار لي ست سنة سابعة هناك وأرد هنا يتعلم على السيستم السيستم لكويتي غير يعني كل مستشفى غير عرض السيستم لكويتي مستشفى مبارك مستشفى الفروانية غير يعني سنة ولا لا 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 نعلق بس شنو هي الـ FYP بعدها شنو يصير بعدين عندك تسويها سنة أو سنة وشهرين أعتقد زين تجد تزيد شهرين بعدين عندك البورد إذا ما تريد تكمل البورد يعني تجد تصير السيستم زين هذا بالكويت يعني تصير السيستم تجد تنطر على ما تقدم بوردك والبورد تخصص بس شنو سمعت الأسيستم عادي صوت عادي العادي يعني هو يصير أسيستم وينطر البورد مال عادي يعني بيريح الريال ما يبيدي اشتهته خاص في ديك سكول وهذا يعني لايح ما حط ببال شنو يبيتش في شي ودي أخذ رايك في من اللي سمعت واستغربت لنا واحد كان يعني قال لي شي قلت له وان ودي فام مدسن وانا غلطان يعني قلت له شنو أبي على طول رد عليهم شنو تصير دكتور مستوصف شهي كنت شنو ايه كاكي فام مدسن هو أكسر تخصص يعني أكسر سنتين بس ما أدري أحس وانا عسى جي بي ما أدري يعني بالكويت العادة تخصص صير نيوره عصاب عصاب كل شي شواب له بس عندنا في عملي مدسن وعيد حتى من وعطة عندنا تخرج وصد أشياء وطبع عادي جي بي وهذا يعني عادي وانك مشكلة بالنهاية هو تخصص كل تخصص كامل الثاني مسموحه لأنني يقول لك والله أنت شنو الدكتور بانا دول لا لا شدي في سمعة سيئة بالعكس يعني برا الجي بي أول شخص المريض يديش عليه محسن وبعدين من الجي بي هو يحدد هذا وين يروح عرفت الرفير المر وين يروح وانت أول شخص تشوف المريض بالنهاية عرفت شون انت قبل الله تدش كلية وحين ما شاء الله كاملت لسنة خامسة حاشك بالنص ما لك كراتي شوي شنو توش توش يعني عادي يعني لا تحط بالك أنه مثلا أنا من مالطة حاشني ولا من استراليا حاشني بالعكس كل الدول رح يوشك ناس تقعد تدرس تخصص وائد صعب يعني مو سهل مو شي سهل شنو تسوي بها اللحظة شنو شنو الاستراتيجيات اني تاز تراجع نفسك حلو مثل ما قلت تراجع نفسك تهون على نفسك عندك تبلش روتينك دايما روتين وائد يساعدك عندك شي دايما لا تقعد فاضي لا تقعد 40 ساعة تدرس لا وقت الدراسة دراسة عندك دايما حط لك أوقات تتولي تحب تروح النادي تتولي رياضة تكون صحي وائد يساعدك ترى يعني هو مو حدش فاضي شي للجسم السهليين فلا لا بالعكس يعني وائد يساعدك بالمدك عرفت وفي شي قرأتها قبل تم يوم عن الطب وانا طالع فيها الحين بجاهز حق حلقة بقرها حالو عرفت كتب الطبية اللي مو أساسا طبية بس انها يتكلمون عن الطب self-help وشي فقاعد يقول غريب الكاتب قاعد يقول ان مشكلتنا اليوم في عالم الطبي ان عندنا بحر من المعلومات بطب قارن الوضع في 1950 لمن أساسا السكتة القلبية ما كنا ندري شنو سببها فيقول لك البيتشنت بدرست خلاص خلا بالفراش اللي نتعافى هذا اليوم وهايبرتنشن ما كنا ندري ان الضغط يسبب سكتة القلبية هذا 1950 يعني تو لبالك اليوم عندنا بحر من المعلومات من الأدوية من الأمور بس التطبيق سيء شون التطبيق سيء؟ لأن في مليون مانجمينت بلان في أكثر من هي عبارة عن صفحة أو دوكيمنت يقول لك شنو وشلون تعالج المريض يقول لك مليون الدكتور بها الحالة ما يدي شنو يطبق المعلومات من ما تخلص دراسات ما تخلص فشلون دكتور يعني كإنسان واحد يقدر ياخذ من البحر من المعلومات ويطبق أفضل شيء حق مريضة فعني حوش شو رأيك مبوحة بالنهاية ما أدري أحس أن أنت ما رأي تاخذ من لأن كل دولة ولها نظامها كل دولة مثلا تمشي على نظام لكويت ما أدري يمشي على أي نظام فعندك أنت البروتش الأمريكان يعني كل واحد غير عن ثاني المانجم بلان ما لا بس بالنهاية تقريبا كل يتشابه يعني عرفت فيعني أنت بالمكان اللي درست فيه أو المكان اللي بتشتغل فيه يعني مش على القايد لاينز اللي موجودين يعني حس عادي وفي نهاية أنت كنت ترس الطب كشي راح تغير على ما تدرس مكل ما لاح ما نعرف كشي بالطب هل تشوف أن هذا شيء كزين ولا يعني حمسك إنه وديك تعلم أكيد أنت دائما وديك تحمس أحسن تحمس في شغل تشوف ختاما يعطيك ألف 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 عافية الله يعافيك والله أتوقع مش عادين راح يستفيدون وعيد من هذه الحلقة كلمة ختامية إذا تبتقول شي حكي طرح الطب دائما أقول لهم وأنا أسألي يكبر منك دائما أسألي يكبر منك يواجهك مورك تمام إن شاء الله لا تخلي الاسترس يأكلك أكله الله عليك يعطيك اشتركوا في القناة